مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في القلب التاريخي لمدينة جدة. إذ فرشت السعودية السجادة الحمراء لمشاهير صناعة السينما المشاركين في أول مهرجان سينمائي ضخم تدعمه المملكة. وذلك بعد نحو أربع سنوات على إعادة فتح دور السينما في السعودية. خطت عشرات الفنانات السعوديات والعربيات والأجنبيات على السجادة الحمراء بفساتين سهرة. بعضها بدأ مكشوفا في بلد كان يفرض ارتداء العباء على النساء حتى قبل بضع سنوات. طبعا عند افتتاح عروضه الفيلم الموسيقى البريطاني كان هو واحدا من الأفلام التي افتتح فيها العرض سيرنو للمخرج جو رايد. كرم المهرجان في حفل الافتتاح جاك لانج وزير الثقافة الفرنسي الأسبق ورئيس معهد العالم العربي بباريس. كاترين دينوف أيقونة السينما الفرنسية. المدير الفني الفرنسي لمهرجان كان السينمائي تيري فيرمو. والممثل الفرنسي طبعا فينسنت كاسل. والفنانة المصرية ليلى علوي. بحضور لافت لفنانة إلهام شاهين. وهند صبري يسرى. عارضة الأزياء الجنوب الأفريقية. كاندي سوان بويل أيضا كانت لها حضور في هذا المهرجان. تم تكريم المخرجة والمنتجة السعودية هيفاء المنصور. وهي صاحبة فيلم وجدة. فيلم روائي طويل صور فيلم مملكة سنة 2012. واثنين عشر. أنا أول ما بديت كطفلة. مشاهدة فيلم بالنسبة لي كان حل. ناهيك إنك تصنع فيلم قصير كان حل. ناهيك إنك تصنع أول فيلم في السعودية أيضا كان حل. واليوم إن أنا أكون هنا أتكرم. بين أهلي وبين ناسي. في أول مهرجان للسينما. لحظة كبيرة تقول كثير عننا إحنا كبشر. السينما أعطتني صوتي. اللي أنا كأمرأة ربيت في السعودية في فترة كانت المرأة والفنون ما كانوا المركز. الآن إحنا المركز. الآن في صفحة جديدة إحنا إحنا اللي نقود الذنب. إحنا اللي نشهد التغيير. إذن مهرجان البحر الأحمر ركز على المرأة اتشكلت الأفلام التي تحمل توقيع مخرجات نساء ما نسبته 38% من إجمال عروض المهرجان. يعرض المهرجان في دورته الأولى 135 فيلما. منها 48 فيلما عربيا. لتعرض لأول مرة 27 فيلما سعوديا. و17 في عرضها العالمي الأول. يتنافسون على جوائز اليسر. سيمنح أكثر من 700 ألف دولار للمشاريع الفائزة بجوائز سوق البحر الأحمر. ترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية. الكاتب والمخرج الإيطالي جوزيبي. وتضم اللجنة. ممثل هند صبري. وممثل الفلسطينية شيريند عابس. السعوديون انقسمت أراءه محور المهرجان بين من رحبه به وبين من انتقده. مثلا هنا تدوين للمخرج السعودية العز الشلاحي. يقول 6 ديسمبر أمواج تأتي من بعيد. لتشهد حركة البحر السينمائي الكبير. هنا عبدالله القلوي. يقول الله يكفينا شرها أمواج وموجات شر التغيير. أما الناقد السينمائي السعودي محمد سلامة. يقول الآن ومن على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. أجواء ساحرة لا توصف. الجميع ليس لديه سوى كلمة. وأخيرا تحقق الحلم. إنه أمر يدعو للفخر وكفى. ماذا يقول محمد اليحيا؟ يقول ناقدا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. اجتمعت كل الموبقات تحت سقف واحد. في مشهد عبثي تشمئز منه الأنفس السليمة. أجنبيات وسعوديات ليس لهن أي قيمة سوى تخليهن. عما يستر أجسادهن واختلاطهن بالذكور في مشهد مقزز تحت عنوان الانفتاح. ستسقط هيبة بلادنا ومكانتها الإسلامية. وأسفاه. يقول محمد اليحيا هذا الكلام. أما الممثل السعودي عبد المجيد الكناني. يغرد قائلا بخطوات مثل هذه. أعتقد بأننا سنشهد مستقبلا عظيما للسينما في المملكة. أما مدير مهرجان البحر الأحمر السينمائي محمد التركي. علق عن الحدث. وقال إنه يوم تاريخي في المملكة. وإن أمواج التغيير قادمة. المهرجان يختتم فعالياته الآي إربعة بحفل بتسليم جوائز والعرض الأول لأحد أفلام برنامج جيد لديد. وهو فيلم بر المنهج للمخرج المصري عمر سلامة. شكرا لمشاهدة كاتران دينج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وأعجابك بها وتعليقك عليها.